موسيقى مشاهدين أهلا بكم وهذه الحلقة من الصحافة اليوم هذا البرنامج الذي يتناول أهم وآخر الأخبار الصادرة في الصحف والمجلات المصرية المجلة التي نتجول بين أخبارها اليوم هي مجلة أكتوبر ومعنا للتعليق على الأخبار الأستاذ صلاح النصيري الكاتب الصحفي بالمجلة أهلا بك يا أستاذ صلاح أهلا بك فامنا وسهلا مشاهدين أهلا يا فامنا البداية مع القمة الأفريقية العادية التي تعقب بيرواندا في العاصمة كجالي وتستمر لمدة يومين ابتداء من اليوم الأحد وبالطبع يحضر الفعليات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذا الموضوع بيدور المقال الأول وعنوانه جلسات مغلقة حول التكامل القاري ومنطقة التجارة السيسي يشهد القمة الأفريقية بيرواندا أستاذ صلاح قمة هذا العام بتعقد تحت شعار إعلان عام 2016 عام لحقوق الإنسان ومع التركيز على حقوق المرأة على وجه الخصوص يعني كيف تم اختيار هذا الموضوع ليكون الموضوع الأساسي أو شعارا للقمة يعني وعادة طبعا قمة الاتحاد الأفريقي تعتبر لها أهمية خاصة وخاصة أن الاتحاد الأفريقي بدأ ليهتم بالاتحاد بما يضم كل الدول دول الاتحاد الأفريقي لأنه المنطقة وما يحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا لابد أن يكون هناك اهتمام لمواكبة كل ما يحدث من تطورات وخاصة الإرهاب الذي يهدد أغلب هذه الدولة عشان كده القمة على الرغم أنها قمة عادية لكن هي فيه اهتمام خاص بهذه القمة بيحضرها عدد كبير جدا من رؤساء الدول والملوك بيحضرها أيضا الرئيس عبد الفتح السيسي كل فترة أو كل سنة بيتعقد هذه القمة مرتين مرة في أديس أبابا وبيتم اختيار المرة التانية بيتم اختيار الدولة حسب اتفاق بين الدول الأعضاء المرة دي في إروندا وطبعا هيكون حاضر بقوة رئيس عبد الفتح السيسي هذا الموضوع تم اختياره في أديس أبابا لما أعتقد بالزبط وبالتالي طبعا هذه المرة سوء اطلق على عام 2016 عام حقوق الإنسان وعام المرأة وفيه اهتمام كبير جدا بالجانب حقوق الإنسان لأنه احنا من الجوانب اللي ما فيش اهتمام بها إلى حد ما في الشرق الأوسط وموعة في الدول الأفريقية عشان كده قال لك احنا هنول اهتمام وهنوضع خطة نعمل بها جيدا بحيث نوصل لأنه يكون فيه حقوق الإنسان وفيه عمل منظمات حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأفريقي أيضا الاهتمام بالمرأة هذا الجانب بالعمر الآخر في هذه القمة الحقيقة هتكون فيه عدة لقاءات مهمة جدا للرئيس عبد الفتح السيسي مع الكثير من الملوك والرؤساء على هامش القمة لمناقشة كل ما يخص القضايا داخل هذه الدول أو داخل أفريقيا وداخل الشرق الأوسط بالإضافة لإن الاهتمام الأكثر بالدول التي بينها وبين مصر شراكة وبينها وبين مصر وبعد الموضوعات المفترض أن يكون هناك جلسة مغلقة تدوم رؤساء الدول ووزراء الخارجية والمالية لمناقشة عدد معين من القضايا يعني لو حدكت القدوة على هذه الملفات هو بالفعل تكون فيه جلسة مغلقة لمناقشة العدد الأهم هما بيسموا أهم القضايا لمناقشتها في هذه الجلسة المغلقة ده بالإضافة لأننا عندنا قضايا مهمة جدا قضية على رأسها القضية الفلسطينية لو ما اعتبرها ودي حاجة كويسة جدا ما اعتبر الاتحاد الأفريقي هي القضية الأم والقضية الأهم فيها تكون موجودة ومطروحة بقوة أيضا هيناقش في هذا الأمر في هذه القمة الانتخابات الداخلية للاتحاد وطبعا هينتخب فيها رئيس المفاوضية أيضا هينتخب نائب الرئيس المفاوضية والمفاوضين أوتيالي مصر تقدمت بعدد من المرشحين وتقدمت بخمسة وتقرط على اثنين من المرشحين حقيقة طبعا مصر موجودة بقوة في هذا المؤتمر ومصر بتعود لدورها الرياضي في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وده طبعا دور مهم جدا أن أفريقيا من المفترض أن العالم كله بينزل إلى أفريقيا لأنه بها العديد من المشروعات التي ممكن تغير اقتصاد العالمي عشان كده مصر بتنظر إلى أفريقيا طبعا هي إحدى الدول الأفريقية وبالتالي هي أهم هي الأولى بأفريقيا من أي دولة خارجية وأوروبية أكيد بالفعل مشاهدين المقال التالي بيتناول إحدى قضايا الفساد التي تم كشفها مؤخرا وهي القضية الخاصة بتوريد القمح حيث وجهت أن يبع عدد من التهم أو بالتحديد تهمة الاستيلاء على أموال الدولة لعدد من أصحاب ومدير الشوان والصوامع عن هذا الموضوع بيدور المقال التالي وعنوانه ما في صوامع القمح في قبضة الرقابة أستاذ صلاحة يمكن المقال بيتحدث عن حملة الحقيقة بقيادة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع مباحث التموين للتفتيش على الصوامع في مختلف محافظات الجمهورية لكن أنا برضو ما قدرت شفهم هل هذه الحملة إحدى تداعيات قضايا الفساد بمعنى أن الصيد الرئيس وجه بتنظيمة هذه الحملة بعد كشف قضية الفساد ولا قضية الفساد هي نتاج الحملة يعني الحملة هي اللي كشفت هذه القضية نحن عندنا عمرين والحقيقة ما يخص مسألة الأمح كانت السندي عندنا موجودة وحضرة بقوة نتيجة أنه عندنا عدد من الصوامع اللي أنشأت طبعا دولة أنشأتها فإحنا كنا عاملين ما يسمى بالاستراتيجي الكامل عشان ما يبقاش عندنا مشكلة الحقيقة طبعا السنة دي في عدد كبير جدا من التوريد الأمح عن طريق المزارعين رقم كبير جدا لما بدأت الدولة شغالة في اتجاه أنه كل قضايا الفساد فيما يخص الدولة في كل المجالات بتشتغل عليها حقيقة الرقابة الإدارية شغال عليها بقوة لكن حينما تم اكتشاف بعض قضايا الفساد داخل بعض الصوامع الأمح تم التسليط الضوء على هذا الأمر قامت الرقابة الإدارية بعمل بعمل لجنة وتفتيشات سريعة على عدد كبير جدا من الصوامع للوقوف على ما أصير حول الفساد الموجود داخل الصوامع المختلفة في الكثير من المحافظات عشان كده اللجنة دي نزلت لجنة من هيئة الرقابة الإدارية بالإضافة لهاية مباحث التموين القسم الخاص بوزارة الداخلية داخل وزارة التموين وعملوا تفتيش على عدد كبير جدا من الصوامع بالفعل اكتشفوا أن هناك فساد ضخم جدا لدرجة أنه حينما فجر النائب إيهاب عبد العظيم هذا الأمر وأكد أن هناك فساد فيما يخص صوامع الأمح بيتجاوز 2 مليار جنيه وطبعا ده من أموال الدعم لخصصته الدولة للمواطنين الغلابة والبسطاء ف2 مليار أعتقد ده رقم ضخم جدا فيما يخص توريد الأمح في فترة محدودة جدا أو عدد منه اكتشفوا أن هناك عجز في صوامع الأمح اكتشفوا أن هناك في فوارق في الأسعار داخل بيتأخذ بعض مديري الصوامع لحسابهم الشخصي عشان كده اللجنة عمل التفتيش على أكثر من 100 صوامع الحقيقة لقوا فعلا بالفعل فيه رقم ضخم جدا وفيه تورط بعض المسؤولين في هذا الأمح لدرجة أنه بعض النواب لي أخوه عنده في 6 أكتوبر صوامع واكتشفوا أن هناك فساد في الصوامع دي عشان كده حصل جدل وحصلت مشكلة فيما خص الأمر لكن الرقابة الإدارية ولكن الدولة ولكن لا يمكن لأحد أيا كان منصبه أيا كان وما كانوا أن يتسطر على الفساد الموجود أيضا مجلس الشعب تدخل في هذا الأمر بقوة وطبعا شك اللجنة مكونة من 17 عضو الحقيقة نزلوا بالفعل عشان يعملوا تفتيشات وشوفوا يقفوا على ما أصير حوالي حجم الفساد الموجود لأنه تأكد أنه فيه فساد موجود لكن حجم الفساد الموجود يعني توصلت اللجنة إلى نتائج معينة يا فندم لجنة تقصي الحقائق توصلت يعني هناك ما يقرب من 127 مليون جنيه هذا اللي تم اكتشافهم بالإضافة لأن لجنة تقصي الحقيق مستمرة في هذا الأمر ومستمرة في التفتيش لتصل إلى الرقم الحقيقي الموجود وتأكد تماما أن هذا الأمر يعني مش هيسيبوا صومع أو عدد من الصومع معين إلا وهيرجعوه ويشوفوا المسألة اللي يقفوا على الفساد وحجم الفساد الموجود بالفعل الذي قدر ب2 مليار جنيه من دعم الدولة للمواطنين لأن البسطاء والغلب تمام مشاهدين مشروعات جديدة في قطاع البترول من شأنها توفير المنتجات البترولية في السوق المحلي وتقليص ما يتم استيراده من هذه المنتجات الحقيقة ده مصرح بيه مؤخرا وزير البترول والثروة المعدنية وده اللي تم يعني إضاحه بالتفصيل في المقال التالي وعنوانه 7.7 مليار دولار استثمارات جديدة في قطاع البترول يعني أهم هذه المشروعات الجديدة والبرنامج الزمني للتنفيذية المهندس طرق المهنة الحقيقة يعني بيطلعنا على كل ما يخص الاستثمارات الجديدة وكل ما يخص المشروعات داخل قطاع البترول بالكامل تحدث وأكد المهندس طارق المولة وزير البترول والثروة المعدنية أن القطاع بيعمل بقدم وساق على في عدة مشروعات بحيث تدخل عدد بعض المشروعات بحيث ندخل به نقلل من الاستيراد الموجود اللي بكلفنا عدد كبير جدا من أرقام كبيرة من الدولارات وبالتالي تقليص هذه الاستيراد وضخ بعض واستثمارات جديدة من شأنها أن تؤدي أن مصر تكون دولة أكثر بترولية أكثر أيضا الناتج المحالي الموجود والمستهلك الموجود في الشارع نريد أن نقلل من الفجوة الموجودة لأن المستهلك فيه نحن ننتج وفيه استهلاك لكن الحقيقة الاستهلاك أكثر كتير من الناتج الموجود وبالتالي نستورد الحقيقة المشروعات اللي بتعمل أهمها مشروعات شركة تكريل بترول أسيوت حقيقة تقوم حاليا بعدة مشروعات تطوير لمعمل تكريل البترول بحيث ما بنحتاج شيء من بره كميات كبيرة كل المنتج اللي عندنا الخام بنقدر نطلع منه كل المشتقات اللي احنا بنحتاجها في السوق بتاعنا أيضا بنحتاج ممكن بنجيب من بره خامه بنعمله في معامل تكريل بتشتغل على أعلى مستوى دخل فيه مشروعات ودخل فيه تطوير عالي جدا وكبير جدا بيؤهلنا لأن احنا ننتج البنزين العالي الجودة وننتج السولار وننتج كل المنتجات اللي احنا بنحتاجها في السوق المصرية بشكل كبير وبالتالي فيه مشروعات أخرى زي مشروع معمل تكرير ميدور وده طبعا تطوير المعمل بالرقم اللي بيطور بالمعمل ويضاف ليه بواحد وستة مليار دولار وده رقم ضخم جدا أنه يطور معمل بواحد وستة ده يعني أنه بيضاف له ساعات ضخمة جدا وكبيرة جدا ده فعلا بكل هذا لمواكبة احتياجات السوق المحل الداخل برنامج زملي محدد لتنفيذ هذه المشروعات هو الحقيقة البرنامج اللي بتضع وزارة البترو في أي مشروع من المشروعات تمشي عليه بشكل دقيق ومفصل وما بيزيدش لأنه دلوقتي فيه رقابة مباشرة من الرئيس عبد الفاتح سيسي المهندس طرقم اللي وده كلام تحدد تكلمه هو قال جماعة أنا أنا الرئيس بيتابعني في كل المشروعات وانا كنت حاضر من القاعدة بيتابعني في كل المشروعات اللي موجودة بمشروع مشروع عشان احنا دلوقتي الكهرباء ما حدث في الكهرباء لازم يحدث في البترول والاحتياجات اللي موجودة على مستوى السوق المحلي وعلى مستوى محطات الكهرباء على كل المستويات الاستثمارات الجديدة لابد ان تكون البترول بيوفر كل الاحتياجات اللي موجودة بالفعل قطاع البترول هو قطاع يعني يدخل قطاع اساسي في عملية التنمية التي تحدث حاليا في مصر ده صحيح 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 وبالتالي وبالتالي طبعا هذا الرقم اللي هو 7 و7 مليار دولار هي استثمارات حقية موجودة والحقيقة اكد برضو وزير البترول ان احنا بنعمل وهنخلق والمشروعات دي هتقلص برضو في مواعيد محددة مش هتتغير وطبعا هنحس بالنتاج بتاعها بشكل سريع مع تولي الامين العام الجديد احمد ابو الغيط قيادة الجامعة العربية ترغب الجامعة في نفض كل السلبيات التي تعلقت بها على مدار السنوات الماضية وبدأ مرحلة جديدة تتميز بالحركة والنشاط الحقيقة هي دي الكلمات اللي بدأت بها الاستاذة سوسن ابو الحسين مقالها الاسبوعي في مجلة اكتوبر والتي تحدثت فيها عن الجامعة العربية والقمة العربية المقبلة عنوان المقال جهود كبيرة لانجاح قمة الامل في نواكشوت تفعيل دور الجامعة العربية في حل الازمات الرهنة الحقيقة يعني لا شك ان غياب دور الجامعة العربية يعني لفترة من الزمن كانوا تأثيره السلبي على الشعوب العربية والامم العربية والدول العربية لكن الحقيقة مع مجيء يعني السيد احمد ابو الغيط لتولي القيادة يعني الامل تجدد ويعني يعني خاصة لانه له رؤيته الخاصة في يعني التعامل مع الملفات المزمنة في المنطقة العربية تعالي حضرتك يعني هو الحقيقة يعني انا لفت نظر قمة الامل في هذا الامر ودي جاية اشتركوا في القناة